ينتم علينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر إذن أبرز ما جاء في كلمة بايدن اليوم في ذكرى اقتحام الكابيتل النقطة الأبرز في خطاب بايدن هو تحميل الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل رسمي وفي خطاب علني من الرئيس الأمريكي تحميله مسؤولية ما جرى في السادس من يناير العام الماضي هذه نقطة كانت مثار جدل كبير لأن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس يرفضون هذا وقد رفضوا في وقت سابق من العام الماضي رفضوا أن يكون هناك قرار عزل للرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه وبالتالي فقيامه بإعلان تحميل مسؤولية دونالد ترامب للأحداث التي جرت في ذلك اليوم هو يعتبر قرار مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الكثير من المراقبين يرون أن ما جرى من أحداث في السادس من يناير كان نتيجة الحجد الشعبي والتعبئة الشعبية التي بدأها ترامب حتى خلال الحملة الانتخابية ضد بايدون حيث كان يقول بشكل مباشر أنه في حال خسارة للانتخابات فهذا معناه أنه تزوير لإرادة الشعب وتزييف للانتخابات وقد استمر بصنع هذه المقولة مرارا وتكرارا حتى أصبحت من الثوابت لدى مؤيديه وبالتالي بمجرد خسارته خرج مؤيدوه ليعلنوا أنهم لا يصدقون نتائج الانتخابات وخرجوا للمطالبة بما يرونه حقا وهو وقف تثبيت نتائج الانتخابات لصالح بجو بايدن وتأكيد على استمرار رئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يجدر بالذكر أن ترامب أصدر نفس هذا التصريح خلال الانتخابات التي خاضها ضد هيلاري كلينتون قبل نحو ست سنوات من الآن ولكن فاز في هذه الانتخابات فبالتالي لم يكن هناك أي حدث ولكن أذكر أنه في ذلك الوقت ترامب سئل سؤالا مباشرا إذا كان سيقبل بالتداول السلمي للسلطة في حال خسارته وقال سنرى لم يقل بشكل مباشر أنه سيقبل اليوم هل ظهرت أي تصريحات من المعسكر الآخر معسكر ترامب أو من ترامب نفسه؟ لم تصدر أي تصريحات مهمة كان من المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي في نفس التوقيت الذي كان يوقفيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه ولكن تم تأجيل أو تألغاء هذا المؤتمر الصحفي وسوف يكون هناك حملة انتخابية لترامب يوم الخامس عشر من الشهر الجاري سوف يقول فيه وجهة نظره في أحداث السادس من يناير ولكنه كان منقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي ولكنه تم تأجيله وأهم الأسباب للتأجيل هو عدم وجود أي منصة صحفية إعلامية أو أي قناة تلفزيونية لديها رغبة بتغطية هذا المؤتمر الصحفي شكرا جزيلا لك سهيل الشاعر مراسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك